أهلا ونسهلا بكم في الفيديو الثاني من فيديوهات مراجعة منهج الصف الثالث الثانوي وفي الفيديو ده احنا بنكمل مراجعة أولا ثانوي وصلنا لفكرة اننا ازاي بنؤنس الالوان ازاي نديها الشكل المؤنث فاحنا بنقول هنا ان اللون اللي بينتهي بحرث اه يبقى كما هو عند التأنيف مثال غوج غوج احمر حمراء غوز غوز وردي وردية جون اصفر صفراء يبقى اللون الذي ينتهي بحرف اه يبقى كما هو عند التأنيف مش بزود له حاجة ناخد مثال ستين ليفغ روج انه كتاب احمر او ستون غاجل غوج انها مصطرة حمراء هنا اللي حصل كلمة ليفغ مفرد مذكر واخدت غوج زي ما هي وكلمة غاجل مفرد مؤنس واخدت غوج برضو زي ما هي في حالة بقى شاذة اللي هي ايه الالوان الشاذة عند التأنيف اللي هي بنزود لها مثلا حرفين او تلت حروف وهكذا مثال بلان ابيض علشان اخليها بيضاء بزود حرف اش وحرف اه فتبقى بلانش بلانش كلمة كلمة تانية هي فيولي فيولي بنفسجي فيولت بنفسجية بزود حرف ت وحرف اه ناخد مثال بقول ستان بانتالون بلان انه بانتالون ابيض او ستون غب بلانش انه فستان ابيض هنا كلمة بنتالون مفرد مذكر اخدت بلانش المفرد المذكر وكلمة غاب المفرد المؤنس اخدت بلانش المفرد المؤنس هناك الكلمة الألوان� اللي هي مارون واو ساتينيلي لا يتغيروا عند التأنيف وعند الجمع أثنان ولا بنقنثهم ولا بنجمعهم دائما ي전ية هنان فستانييل ما هذا مارون وارانش التقنى وهنا هي هي مارون وينتغران وهنا防 يعني بني بورتوكال لاحظ كلمة أورانج هنا وأورانج هنا نفس النطق ونفس الكتابة مع أن هنا مفرد مؤنث و هنا جمع مؤنث طالما جمع يعني كان المفترض أن أحط حرف إس هنا ولكن كلمة مغوة و كلمة أورانج الاتنين دول مش بيتجمعوا ولا بيتأنفوا دائما أصبق اللون بكلمة أو بأداة التعريف ل أداة التعريف ل اللي هي الألف واللام يعني فأقول لها إم لبلو لبلو يعني ألأسرق تماما شباب تعال نتكلم بها في أجزاء جسم الإنسان les parties du corps أجزاء جسم الإنسان المذكر هما مين le bras le pied le ne le genou le ventre le code طب الأجزاء المؤنث طب الأجزاء الجمعة هي مين دا جمعة مؤنث على فكرة طبعا الترجمة مكتوبة قدامك لن تضيع الوقت في قراءة اللغة العربية عندما نتحدث عن وظائف أو استخدامات كل عضو من أعضاء جسم الإنسان سأقول لك العيون مالها بنعمل پورور بنرى بيها طيب لابوش الفم ماله پور مانجي للأكل لزوري الاذان پور اكوتر للاستماع طيب لما اليد پور اكرير اتخابي لزوبجي يعني للكتابة ومسك الأشياء اتخابي يعني جذب أو مسك الأشياء طيب لبيئي لبيئي الأقدام پور مرشي للمشي لني الأنف پور سنتير پور سنتير للشم لالانج اللسان پور جوتر للتفوق تعال نتعلم أو نفتكر بقى التعبير عن الألم ازاي تعبر عن ألم بيحصل بيحصل لك بتستخدم التعبير وبعد كده حرف الجر ا وبعد كده حرف الجر ا حرف الجر ا اللي هو مين دايما ما بيجيش ا بالزبط يعني بيجي بيجي ايه ا لا ا ا تمام يبقى وبعد كده حرف الجر ا يشعر بالألم وبعد ما يشعر بالألم أقول كلمة في وبعدين الجزء الخاص من أجزاء جسم الإنسان فمثلا أقول جي مال يعني عندي ألم عندك ألم هي وهو عنده ألم نحن لدينا ألم أنتم لديكم ألم يعني هم وهن لديهم ألم طبعا لما أقول حرف الجر يعني في مكتوب قدامها كلمة مسكولان يعني مذكر يعني يأتي بعدها عضو من عضاء جسم الإنسان المذكر فمثلا أقول جي مال أوكو عندي ألم في الرقبة جي مال أوبيي في القدم جي مال أوني في الأنف طب ألا بقى المؤنث يبقى جي مال ألا تعال نشوف أنت لديك ألم في الرأس أنت لديك ألم في الفم لديك ألم في اليد يأتي بعدها عضو من عضاء جسم الإنسان يبدأ بحرف متحرك فأقول إلى مال أوبيي في الألم في المعدة إلى مال أوبيي عنده ألم في الأذن إلى مال أوبيي عنده ألم في الكتف يبقى ألا باستروف يأتي بعدها عضو من عضاء جسم الإنسان يبدأ بحرف متحرك طيب الأخيرة يأتي بعدها عضو من عضاء جسم الإنسان الجمع فمثلا أقول نحن لدينا ألم في العيون نحن لدينا ألم في الأيدي يعني في العديدين الأثنين أو الأثنتين تمام يا شباب؟ تعال نراجع مجموعة من الكلمات وعلى فكرة مع كتر مشاهدتك للفيديو أنت بتراجع الكلمات وبتراجع القواعد والدنيا بتثبت عندك كويس جدا والفيديو بيتطبع في دماغك كأنك مذاكره بقى لك مئة سنة فأرجوكم اهتموا بالمذاكرة من خلال الفيديوهات في ناس كتير بتقول لي طب ممكن ملف PDF طب ممكن ملف Word طب ممكن الكلام اللي انت بتقوله ده يبقى على ورق معلش حبيبي مفيش ورق دلوقتي نحن في عصر التكنولوجيا مفيش ورق دلوقتي نحن بنشتغل بالفيديوهات ذاكرة الفيديو كويس جدا هيتطبع في دماغك كأنك مذاكره بقى لك مئة سنة نراجع مجموعة من الكلمات أنا مي أنا مي أنا 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 المترجم 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 Un contrôle, un gymnase, un car, un monsieur, un quartier, un caractère, un mail, un email, un tableau, un tableau, un crayon de couleur, un tube de coule, un dentiste, un dentiste, un bruit, un livre, un livre, un anniversaire, un jour, un mois, un mois, un dictionnaire, un dictionnaire, un cours, un cours, un lieu, un lieu, un skillet, un skillet, un porte-manteau, un porte-manteau, un laboratoire, un laboratoire, un porte-clef, un porte-clef, un ampouloa du ton, un rendezvous, un ballon, un magazine, un magazine, un enfant, un mari, un mari, un mari, un époux, un époux, un époux, un bureau, un bureau, un gâteau, un gâteau, l'âge, sorry, un nombre, un nombre, l'âge, l'âge, le basket, le basket, le basket, le kit, le kit, le terrain de sport, le terrain de sport, le minuit, le minuit, le soir, le soir, le rap, le skat, le skat, le skat, le théâtre, le théâtre, le foot, le foot, le judo, le judo, le tennis, le tennis, le salon, le salon, le devoir, le devoir, le week-end, le week-end, le cirque, le cinéma, le chocolat, le globe terrestre, l'hôpital, le cours, des collègues, les loisirs, les jeux vidéo, les poissons, des ciseaux, les goûts, les goûts, une copine, une ville, une couleur, une classe, une école, une fille, une photo, une personne, une plage, une chaise, une chaise, une maquette, une maquette, une semaine, une, une semaine, une raquette, une raquette, une trousse, une trousse, une règle, une règle, une gomme, une gomme, une feuille de papier, une feuille de papier, une année, une année, une date, une date, une fête, Une fête Une montagne Une cantine Une chanson Une famille Une heure et demie Une journée Une course Une poupée Une barbe Une casquette Une console de jeu Une bibliothèque Une grille Une corbille à papier Une horloge Une professeure Une salle de classe Une salle de classe La gym La nuit Une récréation Les vacances Les vacances Des jumelles Une pilouche Une cour Une boulangerie Une boulangerie La présence La présence La danse La danse La danse La musique La musique La natation La natation La mode La mode L'épicerie 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 La sculpture La peinture La peinture La television La television La television La mer La mer La patinoire La patinoire La patinoire La station de ski La station de ski Des lunettes Des lunettes Les activités Manual Les activités Manual وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة هنكمل ان شاء الله في الفيديو القادم مراجعة الصف الاول الثانوي تحياتي من خلصنا BACK طبخ طبخ الطبخ المساعدة طبخ で طلب 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 طلب